بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل هذه جملة معدلة خاصة بالسنة الرابعة متوسطة إذن عندنا قال حل الجملة لاحظوا ما هي الجملة أبنائي الجملة اللي هي X زائد 2Y 30 و X زائد Y 23 ننطلق هنا ثم نكمل مع بقية التمرين إذن ننطلق على بركة الله إذن قال هنا حل الجملة نتابع جيدا هنا في حل الجملة أبنائي هنا يوجد لنا عدة طرق نحتى دائما نختار الطريقة الأبسط إن شاء الله إذن نتابع جيدا هنا معناه حل الجملة معناه إيجاد قيمة X و Y لاحظوا جيدا ما رأيكم أبنائي لو نضرب هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الأولى نضربها كليا في ناقص واحد ركزوا أو نضرب طرفين يعني في ناقص واحد لاحظوا ماذا سوف يحدث أبنائي أكيد سوف يحدث لنا هذا الشيء أنها تصبح لنا ناقص X ناقص 2Y يساوي ناقص ماذا أبنائي ناقص ثلاثون لأن هذا الناقص هنا وهنا وهنا يعني هكذا الأمور تكون جد بسيط يعني كل العبارة قمنا بضربها ماذا أبنائي في الناقص واحد ثم نقوم بعملية الجمعة بين هذه وهذه هنا لماذا أبنائي فعلت هذا الشيء للتخلص من الـ X لكي نجد الـ Y نتابع جيدا هنا لو نقوم أبنائي بعملية الجمعة طرف لطرف هكذا كأنما عملية عمودية لاحظوا جيدا عندنا لاحظوا X مع ناقص X يعني قيمتان متعاكستان في الإشارة ومتساوية ماذا تعطينا؟ تعطينا صفر مثل 7 ناقص 7 كم صفر لهذا X ناقص X كم صفر عندنا كذلك لاحظوا جيدا Y ناقص 2Y كم تعطي لنا أبنائي؟ أكيد تعطينا ناقص Y يقول أحدكم كيف يا أستاذ عندك 1 ناقص 2 كم ناقص 1 عندنا كذلك هنا Y ناقص 2Y حبة ناقص حبة تعطيك ناقص حبة يعني هكذا بكل بساطة يساوي ماذا؟ 23 ناقص 30 23 ناقص 30 يعني دائما إن لم تفهموا ذلك قموا بالآلة الحسيبة سوف تعطيكم أكيد ناقص ماذا أبنائي؟ ناقص 7 لاحظوا سوف نضيف لاحظوا لو نعيد يعني عملي 23 قلنا ناقص ماذا؟ ناقص 30 تساوي قلنا ناقص 7 نعم ناقص 7 لأن لو نضيف هنا 7 لهذه الجيهة هنا تعطيكم 30 ناقص 30 إذن كم نتج؟ لاحظوا أبنائي أصبحت المعادلة هي ناقص Y ويساوي ناقص 7 هنا ناقص هنا ناقص وهنا ناقص يمكن نضرب هذه المعادلة في الثقوات 1 الناقص 1 لنتخلص أبنائي هنا هذه كليا نضربها في ناقص 1 لنتخلص من الناقص في الـ Y تصبح ي يساوي لنا هذا في هذا يعطي لنا إجراج وهذا في هذا يعطي لنا ماذا يعطي لنا سبعة إذا إجراج ظهر مباشرة هو العدد سبعة بهذه البساطة المطلقة إذا في الأول كيف نفكر قل دائما نضرب المعادلة هذه الأولى لأن هنا يوجد لنا إكس وهنا إكس نفكر كيف نتخلص من الإكس الآن نتابع معناه لو نريد الآن تذكروا أن وجدنا الإجراج قلنا كم سبعة إذا سوف نكتب هنا إجراج يساوي سبعة هذه النتيجة الآن نريد مثلا أن نتخلص من الإجراج بالرغم هنا علينا أن نختار الطريقة الأفضل هي الطريقة التعويض لكن نستخرج قيمة الإجراج ثم نتحدث كيف نتخلص مرة أخرى من الإجراج الآن بعد ما اكملنا مع الحل هنا ما علينا إلا أبنائي إلا أن نستعمل نقول نعوذ لاحظوا نعوذ قيمة إجراج في المعادلة ما هي المعادلة أبنائي نختار هذه هي رقم واحد وهذه رقم اثنان المعادلة هي إكس زائد إثنان إجراج يساوي ثلاثون نعوذ قيمة الإجراج هذه السبعة يا أبنائي سوف نعوذها هنا ونلاحظ ماذا سوف ينتج ينتج أنه ماذا أن إكس زائد إثنان الإجراج قلنا كم قيمته سبعة يساوي لاحظوا يساوي ثلاثون تصبح إكس زائد ماذا زائد أربعة عشر يساوي لأن إثنان في سبعة أربعة عشر يساوي ثلاثون إكس يساوي لنا ثلاثون هذا ينقل إلى هذه الجهة يصبح ناقص أربعة عشر وتساوي بالآلة الحاسبة ستة عشر إذن قيمة الإكس أبنائي كم قيمة الإكس وجدناها ستة عشر الآن بعدما استخرجنا قيمة الإكس والإجراج تعالوا نتحقق هل نحن على صواب القيم التي وصلنا إليها اللي هي سبعة وستة عشر هل تساوي لنا تحقق لنا جملة معادلة أم لا تعالوا نأتي الآن بالسبعة نعوذها هنا ونأتي بالستة عشر نعوذها هنا في مكان الإكس والإجراج ماذا ينتج أبنائي؟ الآن نتابع ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج لنا أنه ستة عشر لاحظوا زائد ماذا؟ زائد زائد اثنان في سبعة تعطينا كم؟ تعطينا ستة عشر زائد أربعة عشر وتساوي ثلاثون إذن نحن على صواب لاحظوا هذه في المعادلة الأولى الآن نأتي إلى المعادلة الثانية لاحظوا جيداً نعوذ كذلك بنفس الخطة ركزوا الـ X معوذه هنا والـ Y معوذه هنا ماذا ينتج؟ ينتج لنا أبنائي أنه ستة عشر زائد سبعة وتساوي لك ثلاثة وأشرون إذن نحن على صواب بهذه البساطة المطلقة أبنائي تعلمنا كيفية استخراج الـ X والـ Y نعود إلى ما قلت عليه هنا كذلك لو نفكر بطريقة ثانية للتخلص من الـ Y ما علينا إلا نأتي إلى هذه المعادلة الثانية هذه المعادلة ما رأيكم؟ لاحظوا هنا كم عندنا؟ عندنا إثنان لاحظوا الزائد إثنان معنا نفكر أنه نضرب هنا في ناقص إثنان ماذا ينتج أبنائي؟ أنه هذا يضرب هنا ماذا ينتج؟ ينتج ناقص إثنان إكس وهذا ناقص إثنان إجراج يساوي لنا ناقص ماذا؟ ناقص ستة وأربعون ثم نأتي بالمعادلة الأولى هذه وهي X زائد إثنان إجراج يساوي ثلاثون ثم نقوم بعملية الجمع لاحظوا ماذا ينتج بعملية الجمع يعني أمور جدا بسيطة جدا هذا ناقص إثنان إكس زائد إكس يعطينا ناقص إكس ناقص إثنان إجراج مع زائد إثنان إجراج يعطي لنا أكيد سفر يساوي لنا هذا مع هذا كم؟ يعطي لنا ناقص ماذا؟ ستة عشر يصبح إكس ناقص إكس يساوي ناقص ستة عشر نتخلص من الناقص معناه نضرب مثلا هذه المعادلة أو نأتي بهذا الناقص إلى هنا يصبح إكس يساوي ناقص ستة عشر على هذه القيمة وهي في الأصل ناقص واحد على ناقص واحد ويساوي ستة عشر ها هو الطريقة الثانية بكل بساطة وهي طريقة التخلص من الإكس والإجراج الآن ظهر أن الحل هو هذا يا أبناء إذن حل الجملة إذن نقول حل الجملة بكل بساطة هو الثنائية ستة عشر مع ماذا؟ مع سبعة ستة عشر للإكس والسبعة للإجراج فقط الآن نأتي إلى الجزء الثاني من الثمانين قال لديك ثلاثة وعشرون ورقة نقدية من ظهر ثلاثة وعشرون ورقة نقدية ركزوا جيدا من الفئتين كم؟ ألف دينار وماذا؟ وخمسون دينار لاحظوا جيدا ها هي الفئة خمسون دينار وها هي الفئة ألف دينار ركزوا أرجوكم هذه اللي لها خمسين وهذه هي المئة دينار جزائيل المبلغ الكل لهذه الأوراق يساوي لاحظوا خمسة عشر ألف دينار أكيد جزائيل بفرض أن إكس هو عدد الأوراق من الفئة خمسون إذن هذه الإكس وإغراج هو عدد الأوراق من الفئة ماذا؟ ألف دينار وهذه هي الإغراج لاحظوا جيدا يعني عبر عن هذه الوضعية بجملة معادلتين من الدرجة الأولى ذات المجهولين إكس وإغراج لاحظوا جيدا أبنائي هنا كيف تترجم هذه المعلومات اللغوية إلى الرياضيات قال لديك ثلاثة وعشرون ورقة نقدية لاحظوا ثلاثة وعشرون معناها هي الثلاثة وعشرون نقدية ما معنى؟ من فئتين لاحظوا من فئة ماذا؟ من فئة الإغراج ومن فئة الإكس لاحظوا لأن ماذا قال؟ إكس هو عدد الأوراق من الفئة خمسمائة إذن ها هو الإكس والإغراج هو الألف ما معنى؟ معنى عدد الأوراق سوف يمثل أبنائي مجموع الأوراق معنى سوف يمثل بهذا الشيء بإكس ها هي الإكس هذه لمن؟ للخمسمائة زائد ماذا؟ زائد هذه للألف تساوي ثلاثة وعشرون ليس خمسمائة زائد يساوي ثلاثة لا إنما الورقة يعني إن ورقة من هذا النوع هذا النوع زائد هذا النوع عدد هذه الأوراق يعطينا كم؟ ثلاثة وعشرون ورقة لم نعرف مبلغهم كم إنما أعدادهم فقط أعدادهم كورقات فقط نتابع جيدا ثم ماذا قال؟ قال إذن عدد الأوراق إذن مجموع الأوراق ليس مجموع مبلغهما إنما أوراق عدد الأوراق فقط يعطينا ثلاثة وعشرون إذن نترجم ذلك إلى إكس زائد إيراق يساوي ثلاثة وعشرون ثم لاحظوا المبلغ الكل لهذه الأوراق يساوي خمسة عشر ألف لاحظوا جيدا حيث الإكس هو عدد الأوراق من الصنف خمسمائة ما معنى؟ معنى هنا نأتي إلى العبارة بكل بسطة نقول هكذا خمسة خمسمائة ماذا؟ خمسمائة إكس زائد لاحظوا زائد ألف ألف لاحظوا إيجراج يساوي كم؟ يساوي خمسة عشر ألف كيف أبنائي؟ قال لأنه ماذا؟ لأنه قال الأوراق عددها ثلاثة وعشرون لكن ماذا قال؟ الآن مبلغ هذه الأوراق مبلغها ليس هي الخمسة عشر ألف دينار جزائري بحيث ماذا؟ بحيث لما نجمع هذه الخمسمائة دينار جزائري عليه الآتي زائد المبلغ زائد الأولاق وهي هناك categorائي زائد 1 ألف دينار جزائري وهي هناك soldiers أن نجمع عدد الأوراق وهي 23 ورقة مضربة في عدد الأوراق أكيد سوف نجدها كم قلنا نجد 1515 ألف دينار جزائري ها هي الآن قد ترجمنا أبنائي لاحظوا ها هي قد ترجمنا تلك المعطيات اللغوية إلى معطيات رياضية إلا أنها هي الجملة إلا أنه يمكن القسمة هنا هذه المعادلة الثانية يمكن قسمتها على 500 وهنا على 500 وهنا على 500 ماذا ينتج أبنائي أكيد سوف ينتج لنا X زائد 2Y يساوي لنا 30 جربوا على ذلك قموا بالآلة الحاسبة وقسموا كل هذه هذا على 500 وهذا على 500 وهذا على 500 يعني كأنما البيجي سيدي البيجي سيدي لهم هو ال500 تابعوا جيدا تنتج الجملة ما هي الجملة التي سوف تنتج أبنائي تنتج هي X زائد Y يساوي 23 لهذا مجموع الأوراق ومبلغ الأوراق وهو ينتج لنا X زائد 2Y يساوي لنا 30 ها هي بمعادلتين من الدرجة الأولى ذات المجمولين X و Y إذن أعيد عدد الأوراق هو هذا مبلغ الأوراق أنك تضيف هنا الخمسمائة وهنا تضيف الألف فقط إلا أن هنا يصبح المبلغ هو ألف و 15 ألف ثم قمنا بالقسمة على خمسمائة فنتجت نفس الجملة التي أعطيت لنا في نص التمرين في الأول ها هي أبنائي أمامكم بكل بساطة الآن وها هي الجملة إذن بكل بساطة قد وجدنا الحل ها هو أمامكم وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح وزوروا موقعا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته